أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأهمية التي تحضر بها ملفات وزارة قطع الأعمال ضمن أولويات الدولة خلال هذه المرحلة في ظل الدور والمهام المتعددة للشركات التابعة لها جاء ذلك خلال استعراضه لملفات عمل الوزارة حيث أشار مدبولي إلى أن هناك هدفا استراتيجيا تعمل الدولة على تحقيقها والذي يتمثل في العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانات هذه الشركات والأصول المملكة لها موضحا أنه يتم حاليا ضخ استثمارات لتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العامة مثل الشركات القابضة للغزل والنسيج كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن ترتبط خطط التطوير وإعادة الهيكلة بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص جانب الإدارة وأضاف مدبولي أنه تم بذل خطوات ملموسة في ملف تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال وتم تسوية جانب من هذه المديونيات ومن المهم استكمال هذه الخطوات